تاني الموضوعات اللي هتكون موجودة معنا النهاردة في برنامج الحقيقة هو موضوع يهم العالم كله وطبعا بيهم مصر بشكل كبير موضوع عن المناخ وإحنا عارفين تغير المناخ بنسمع المصطلح ده شايفين العالم كله بيتكلم عن أهمية مواجهة تغير المناخ وطبعا إحنا عايشين ده الجو زي ما احنا عارفين الشتاء الناس بقيت حاسة بالموضوع الصيف بقى الناس حاسة بالموضوع بزيادة عشان كده الحكومة المصرية بتتخذ المزيد من الإجراءات والبرامج السياسية الجدة وسياسات مختلفة لمواجهة التغيرات المناخية وطبعا إحنا منتظرين إن شاء الله كوب 27 من جلاسيكو لشارم الشيخ والعالم كله برضو مش مصري بس المنتظر هذا الاجتماع وهذا التجمع الكبير العالمي وده كمان نهاردة لو إحنا بنتكلم على النهاردة على وجه الخصوص أكدت عليه وزيرة البيئة ياسمين فؤاد خلال مشاركتها في الملطقة العلمي حول التغيرات المناخية ملف تغير المناخ مصر مهتم بيه جدا زي ما احنا بنقول وده بيبان في كثير من المشروعات القومية سواء مشروعات الطاقة النظيفة وغيرها من الكثير من المشروعات وده يمكن إدراك الحكومة المصرية من زمان مش حاجة حديثة إن التغيرات المناخية لها تأثير شديد جدا على مصارات التنمية المختلفة سواء اللي بتقوم بيها الدولة على حدة في كل أنحاء الجمهورية أو حتى العالم كله زي ما احنا بنقول لأنها قضية عالمية ترجمة نانسي قنقر